اشتركوا في القناة كتير مننا بتعجب الصورة وبيكون عاوز يحملها وان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف ازاي ان احنا نحصل على الصورة دي بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل اهلا بكم من جديد عشان ان احنا نقدر نحصل على اي صورة من الصور دي كل المطلوب مننا ان احنا نخش على الصورة اللي احنا عاوزينها كمثال هنا الفيديو ده انا عاوز الصورة دي اضغط عليه ضغطة هيحولني للصفحة الخاصة بالفيديو زي ما احنا شايفين هنا هنقوم بالضغط على عرض مصادر الصفحة عن طريق ياما كليك ييمين عن طريق ياما كليك ييمين هنا كده في اي حتة فاضية ونختار اعرض مصدر هزي الصفحة او view page source او عن طريق اختصار لوحة المفتيح اللي هو زر control وزر U نضغط كده مع بعض اعرض مصدر هزي الصفحة هتفتح لنا الصفحة دي زي ما احنا شايفين هنقوم بالضغط على زر control و F عشان نفعل صندوق البحث الخاص بالمتصفحة هنقوم بكتابة الكلمة دي اللي هي اوج نقطتين ايماج هنتلاقيها ان شاء الله صندوق الوصف اسفل الفيديو ونقوم بعملية ضغط enter هزهر لنا زي ما احنا شايفين هنا كده التحديد دي الكلمة اللي احنا كنا بنقوم بعملية البحث عليها قدامها هنتلاقي رابط هنقوم بعملية نسخ الرابط ده زي ما احنا شايفين هنا كده نقوم بعملية نسخ ونيجي على المتصفح هنا هنقوم بعملية الصق واذهب زي ما احنا شايفين هناك زي ما احنا شايفين الصورة بتتحمل قدامنا ودي فعلا الصورة اللي كانت موجودة على الفيديو دلوقتي بيمكننا ان احنا ننزل الصورة دي بطريقة عادية عند رأي الضغط click يمين وبعد كده احفز الصورة ونحفزها على سطح المكتب الخاص بنا تمام؟ وهنقوم بعملية عرضها زي ما احنا شايفين هنا كده دلوقتي زي ما احنا شايفين بالفعل الصورة تم تحملها على الحسوب الخاص بي ان شاء الله الشرح يكون سهل وبسيط لنا وليكم ما تنسوناش يا شباب باللايك والشير لو اعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة لو دي اول مرة تشوفونا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته